النسر والعصافير أعلن النسر الفخور بقواته وبطشه أن السماء باتت ملكا له ولا يحق لغيره التحليق فيها وهدد بأنه سيصرع دون رحمة كل طير يجرؤ على عصيان أوامره خافت الطيور وأطاعت أوامر النسر وكفت عن استخدام أجنيحتها وحتى عدد من العصافير الدورية على رقعة أرض يقيم فيها قط شرس مغرم بأكل العصافير الدورية وتنبهت العصافير للخطر الذي يهدد حياتها وتشاورت بحثا عن طريقة للنجاة من ما خالب القط وأنيابه ثم اتفقت بعد نقاش طويل على أنها إذا جعلت من القط صديقا لها فلابد أنه سيشعر أنه مسؤول عنها فيتخلى عن عدائه لها ويبدل طباعة ولما أبلغت العصافير الدورية القط بقرارها شكر للعصافير ثقتها به وأقسم أنه سيكرس كل ما يملك من قوة لحمايتها والدفاع عنها فأمينته العصافير وذات صباح أفاق القط من نومه وانقض على العصافير الدورية يريد اقتناصها فخافت خوفا شديدا واستخدمت أجنحتها هربا من القط ووجدت نفسها مضطرة إلى التمرد على أوامر النسر واكتشفت كم كانت مخطئة يوم اختارت عدوها لحمايتها أحست جميع الطيور ببهجة فريدة وطارت متجهة نحو عش النسر كسحابة سوداء مخيفة زعق النسر غاضبا ووثق بأن مصيره الهلاك فخاف وقال لقد كان مجرد مزاح إن السماء ملك للطيور جميعا وما أن سمعت الطيور قول النسر حتى اندفع التطير عبر السماء الزرقاء مزهوة بانتصارها قصة ملك عصافير الدوري دار الأداب للصغار مطبعة دار الكتب بيروت أكتشف وأفهم واحد أتأمل الصورة وأقرأ اللافتتين ثم أتصور أحداث النص خافت الطيور وأطاعت أوامر النسر وكفت عن استخدام أجنحتها زعق النصر غاضبا ووثق بأن مصيره الهلاك فخاف الإجابة اللافتة التي من الممكن أن تتوافق وأحداث القصة هي الآتية زعق النصر غاضبا ووثق بأن مصيره الهلاك فخاف 2- أقرأ النص قراءة صامتة وأبين سبب خوف الطيور في الفقرة الأولى وسبب خوف النصر في الفقرة الأخيرة الإجابة سبب خوف الطيور في الفقرة الأولى هو تهديد النصر لها إن تمردت على أوامره وسبب خوف النصر في الفقرة الأخيرة هو اتحاد العصافير معا وهجومها عليه لأنه يعلم أن في الاتحاد قوة 3- قررت العصافير التمرد على أوامر النصر ألف أذكر الأحداث التي وقعت قبل هذا القرار باء أذكر الأحداث التي وقعت بعد هذا القرار الإجابة الأحداث التي وقعت قبل هذا القرار كفت الطيور عن استخدام جناحيها حطت على رقعة أرض يقيم فيها قط شرس جعلت من القط صديقا وحاميا لها غدر القط العصافير وحاول الانقضاظ عليها استخدمت العصافير أجنحتها هربا من القط الأحداث التي وقعت بعد هذا القرار أحست جميع الطيور بالبهجة طارت متجهة نحو عش النصر كسحابة سوداء مخيفة زعق النصر غاضبا خوف النصر والتأكد من هلاكه التراجع عن قراره انتصار الطيور على النصر أربعة دارت أحداث النص في مكانين مختلفين ما هما؟ الإجابة دارت أحداث النص في مكانين مختلفين وهما في الأرض التي يقيم فيه القط الشرس في عش النصر خمسة أعوذ ما هو مصطر بما يفيد المعنى نفسه يجرؤ على عصيان أوامره أمنة العصافير القط زعق النصر الإجابة يقدم على عصيان أوامره إطمأنّت العصافير للقط صاح النصر أعمق فهمي أعين الشخصية التي تناسبها الصفات المذكورة بكل لافتة الظلم حب النفس القوة والبطش الجبن التمرد على العدو الفطنة التشاور الذكاء الوفاء الشراسة الشراسة حب أكل العصافير الغدر الإجابة الظلم حب النفس القوة والبطش صفات النصر الجبن التمرد على العدو الفطنة التشاور الذكاء والوفاء صفات العصافير الشراسة الشراسة حب أكل العصافير والغدر صفات القط الشرس سبعة أعين مما يأتي ما يتعلق بالنصر أعلن أن السماء ملك له حط على رقعة أرض بدل طباعه اختار عدوه لحمايته زعق غاضبا طار عبر السماء الزرقاء هدد أنه سيصرع كل من يعصي أوامره وثق أن مصيره الهلاك الإجابة ما يتعلق بالنصر أعلن أن السماء ملك له زعق غاضبا هدد أنه سيصرع كل من يعصي أوامره وثق أن مصيره الهلاك ثمانية حصل تحول في تعامل النصر مع العصافير أذكر هذا التحول وأحدد سببه الإجابة سبب هذا التحول هو خوف النصر من سرب العصافير واتحادها ضده مما لا شك فيه أنه سيلقى حتفه أمام هذا التكتل الهائل لجميع العصافير إن لم يتدارك الأمر ويتراجع عن قراراته المستبدة الظالمة تسعة أرتب هذه الأحداث المتعلقة بالنصر حسب تعاقبها الزمني النصر يخاف من العصافير العصافير تتمرد على النصر النصر يمنع الطيور من التحليق في الجو العصافير تخاف من النصر وتطيع أوامره الإجابة الأحداث المتعلقة بالنصر حسب تعاقبها الزمني النصر يمنع الطيور من التحليق في الجو العصافير تخاف من النصر وتطيع أوامره العصافير تتمرد على النصر النصر يخاف من العصافير أبدي رأيي عشرة غير القط تعامله مع العصافير فبعد أن تخلى عن عدائه لها في البداية أراد اقتناصها بعد ذلك ما هو حسب رأيك سبب ذلك؟ الإجابة سبب ذلك هو أن القط بطبعه صياد للعصافير الدورية منذ البداية أفتح نافذة وأغني ملف التعلم ألف قال النصر لقد كان مجرد مزاح إن السماء ملك للطيور جميعا تصور أن إجابة النصر كانت مخالفة لهذه الإجابة عندها ماذا يمكن أن يكون رد فعل الطيور؟ باء أعد ملفا حول أنواع الطيور وأذكر خاصيات كل نوع منها